ضعيها قبل اين نوم صفار البيضة على القهوة سيجعلك فتاة في سن 18 عاما حتى لو عمرك 90 عاما ايوة زي ما بقولك كده معلقة واحدة من القهوة وصفار بيضة واحدة الفكرة جديدة ان شاء الله هتعجبكم جدا لان بجد كل مرة هتعملي فيها الموضوع ده كل مرة هتندهش فيها فعلا سر لا يعلمه الجميع فيلا بينا نصلى على نابو لو اول مرة تشوفوني انا مضبخ مامة سولاء السراء فاتح اسكتشن وديه قناتي على اليوتيوب بس في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان كل منازل فيديو جديد او وصفة جديدة يصلكم اشعار بي ويلا بينا سريعا نبدأ الوصفة كل اللي احنا هنحتاجه صفار بيضة واحدة وبس فهبدأ كده ان انا افصل الصفار تماما عن البيض يعني نحاول بقدر المستطاع ان احنا ناخد الصفار وبس هنجيب بقى طبق تاني وهبدأ ان انا حط في الصفار شوكة بقى وهتبضل كده ان انت تقلط كويس جدا لمدة دقيقتين بالزبط اهم حاجة الخلط الاولاني ده عايز اقولكو ان اللي احنا بنعمله ده رهيب هيحل لنا مشاكل كتير جدا بنشتك منها ومش بس كده يعني فعلا هو هيدهشك كل مرة بتعملي فيها المسك ده وكل مرة هتعملي فيها هتعمليه تاني وتالت ومش هتستغني عنه لوصل لحد هنا بقى اكتبولي في الكومنتات انتوا بتتبعوني من اي بلد او من اي دولة اشتركوا في قناتي ووصليني للمليون مشترك كده خلاص في المرحلة دي هجيب معلقة من الاهواء وهبدأ ان انا انزل بيها على صفار البيت وابدأ ان بقى ان انا نخلطهم كويس جدا لمدة دقيقة بالزبط عايز اقولكم بجد انتوا بعد ما تقفلوا الفيديو ان شاء الله ويخلصوا تعملوها هتدعولي في المرحلة دي هجيبي لمونة وهنبدأ نسمها نصين لليش تنشتركش في قناتي وشارك الفيديو مع حبابي واصحابه يلا شاركوه على قد ما تقدروا هبدأ بقى ان انا نشيل البزور كده من اللمون وبعد كده بقى هنبدأ ان احنا نعصر نص اللمونة ده على كل المكونات اخليتي بقى كويس تاني المدد اي او نص بالزبط اللي وصل لحد هنا يلا لايكم انت حلو زيكم شجعوني فيه واشتراكوا في قناتي وفعالي زر الكرس زي ما قلتلكو وصفاتي سهلة و بسيطة و حصرية فتابعيني علشان ما يفوتكيش اي جديد في المرحلة دي هجيبي نص معلقة من الكركم وهنبدأ بقى ان احنا نخلط الكركم بكل المكونات كويس جدا ده بنستخدمها في ايه يا اسرق و ازاي نستخدمها و كم مرة انا عن نفسي بستخدمها مرتين في الاسبوع هنبدأ بقى ان احنا نحط عليها معلقتين او معلقة من زيت الزيتون يستحسن ان هو يكون زيت زيتون بكر هتخلطي كويس جدا دي بقى يا اسرق بتستخدم في ايه عايز اقولك ان هي رهيبة تستخدم في حاجات كتير جدا و كلكم بإذن الله كل اللي بيشوفوا الفيديو ده هيعملها و يجربها هيدعيلي عليها بس يا ستي انت بتكوني غسلة وشك كده و يقوم على هش لا كريمات بقى ولا ميكوب ولا اي حاجة نهائيا تبدأ ان انت قبل النوم بيستعبت الزبط تفريديها على وشك و على الرقبة كمان لو مش حب الرقبة اوكي يفريديها على وشك وبس و تسيبها لمدة نص ساعة بعد كده بتفرقي وشك وتبدأ ان انت تخسلي بصي هتلاقي وشك بينور هو تفتح فوري اصلا هتلاقي وشك فاتح جدا و هتلاقي بقى ان التجعيد تشدد من اول مرة ده مش مجرد كلام فعلا ديت الوصفة ديت رغيبة في شد التجعيد من اول مرة يعني لو عندك سبعين سنة واستخدمتيها كل يوم اضمان ان انت مش هيبقى في تجعيد اصلا في وشك خالص نهائيا ولا خطوط ولا علامات ولا اي حاجة خالص زائد النياب تقدي تماما على التصبغات بتاعة الجلد وعلى النمش ولو انت عندك هلات صودة تحت عينك بتقدي عليها تماما هتفتحك بطريقة غير طبعية انت نفسك هتستغربي فعلا هتخلي بشريتك عاملة زي بشرة قلبي بعيد كمان بتقدي على الحبوب نهائيا ولو في بقى اصر حبوب في وشك او بقع كده دكنة فهي بتخفيها تماما يعني بتوحد لك لون البشرة فلو انت بقى كبيرة في السن كمان استخدميها لان هي بتشد التجعيد كده شد اما لو انت صغيرة فاستخدميها لان هي بتفتح البشرة وبتوحد لون البشرة وبتنعم البشرة بطريقة غير طبعية هتحس ان بشرتك صفية جدا تفتيح وهتشد اصر الحبوب مش هتلاقي اي مشاكل في بشرتك استخدميها مرتين في الاسبوع اما لو انت كبيرة في السن وحب ان انت تقدي تماما على التجعيد فانت هتستخدميها ممكن يوم يوم او كل يوم عادي جدا كده كده القهوة مفيدة جدا للبشرة هي وكركم وصفار البيض اصلا بيغز البشرة جدا فانتوا جربوها ولو عجبتكم الوصفة وحسين ان انتوا بتستفادوا من افكاري لايك وشير واشتركوا في قناتي واشوفكم على خير بازن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته